طلبة الطب مشروع اسمته Aspiring to be باللغاء الصحفي هذا ان شاء الله راح يكون مقسم على الجزئين في الجزء الأول سوف نتناول باقة الأسئلة المكتوبة ونطرحها على الأعضاء القائمين على هذا المشروع مشروع Aspiring to be وان شاء الله سوف نتضف لدبائق معدودة بذلك أيضا لدهول لأن الأدان مغرب راحي بش وقته نضف لدبائق معدودة ثم نستكمل الفترة الثانية ولي من خلالها نفتح باب الأسئلة للجميع سواء ممثلين الوسائل الإعلامية أو الطلبة المتواجدين لإضاء الأسئلة على أعضاء الله طبعا اللي فيكم يحب مثلا اسأل سؤال نستلم أسئلة في فترة الأولى ذلك كثير منكم أوراق وأقلام يريكم تكتبوا الأسئلة عشان من الفترة الثانية يتسنى لكم أن تترضون اللي حاب يسأل الفترة الثانية ما علي أمر يرفع إيده العضاء في لجنة النظام المتواجدين على طرفيه المقاحة يسلمون المكروفونات يريد كالواحد يعرفنا على اسمه وإذا كانت من جهة الإعلامية شنو اسم الجهة الإعلامية اللي هو مثل وأيضا ما عليكم أمر كما تعلمون هذا اللقاح صحيح يتم فيه تسجيل كثير مشارات فإن رأيت لو تحطون جهزتكم على الوقت الصامت عشان لا تتشوقواش مع جهزة التسجيل أعزائي كما تعلمون يعود تأسيش رابطة طلبة الطب الكويتية إلى السنوات البولة منذ تأسيس كلية الطب تقريبا منذ 30 عام من الآن ولطالما نعبت رابطة طلبة الطب الدورة الكبيرة لحياة الدارسين في هذا الصدق كونها الممثل الرسمي لطلبة الطب في دولة الكويت سعت الرابطة إلى تسهيل الحياة الجامعية والمسيرة العلمية التي طلبت الطب في كافة المجمهات مثل ما بعض يعرف من العملية أن السنوات الأخيرة شهدت تحول كبير في طريقة التعليم الطب فتخلت الجامعات الكبيرة عن طريقة التقليدية في تدريس الطب وهي طريقة تتمركز حول تلقين المواد كأنها مواد منفصلة ليس لها علاقة ببعضها الآخر كانت تدرس التشريح يعني مادة التشريح تدرس لوحدها أو مادة عذابي لوحدها تخلت عن هذا وتبنت الطريقة الجديدة في تدريس الطب الأول وهي الطريقة التي تعتمد على التكامل في شرح المبارئ الطبية هذه الطريقة تتسم بأنها تجعل الطالب ينظر إلى الطب نظر شهدية أكثر من ذي الطب ولما كان هذا التغيير طبعا تغيير إذا صح التعريير جدري في طريقة تدريس الطب ونقلة نوعية ليس لطالب وإنما حتى الإدارة الجامعية في كلية الطب كان لابد أن تمد رابطة طلبة الطب يدها لتكون يد العون لتكون الحلقة الوثيقة التي تصل بين الطالب والإدارة الجامعية وبلان على هذا تبنت رابطة طلبة الطب مشروع مشترك لتطوير المنهج أطلق عليه اسم Aspiring to be هذه كلمة إنجليزية معناها بالعربي ولعل هذا المشروع يعدل أكبر من نوعه في تاريخ بلية الطب اليوم تستمنعون إلى شرح حول الموضوع من الأعضاء القائمين على المشروع أنفسهم وهم مجموعة من طلبات وطالبات الطب في جامعة الكويت ولكن في البداية حب أن نوجه الميكروفون إلى العميد المساعد للشؤون الأكاديمية الروبسور محمد زبيت ليطي كلمته بهذا المناسبة خليت الله سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم شكرا 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 لكي أتمنى 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 حمد الإستقال التجاري، كان المعجب في حالة حالة لعدة شراء. ولكن الحمد الإله. من هناك لدينا ثلاثة مكتوبة، مصرًا، ثلاثة مكتوبة. So there's a total of nine or ten hours where our students who were very proud of went through the whole curriculum from year one all the way to year seven. And they basically projected all their suggestions, criticisms, views of what was happening, everything including English courses, anatomy, physiology, medicine, surgery, pediatrics, biochemistry, modules, all that kind of stuff. All the stuff that they've been going through. And the students had different sort of different levels in them. So they were able to project. And I basically, my colleagues and I listened to a lot of these suggestions. And we classified the suggestions into three or four types. Things that were ridiculous. And we sort of, we said, so we'll forget about those. And those were few, very few. And the majority were suggestions that were very good and legitimate. And we decided to take them on seriously and work on them. And then suggestions that we said, we'll leave them for the future. So I'm sure after we leave, your colleagues will explain to you all the suggestions that they made to us. But I just, I just want to say briefly that you sitting there should be very proud of this group of students, really, and whoever worked with them. Because they presented their suggestions in a very professional, dedicated manner. And all the professors who met with them were very proud and were very happy to have actually attended those three-hour meetings during Ramadan. So I'd like to, to thank her and her colleagues for their work. And I'll just give a couple of examples of, there are really zillion suggestions, but I'll just, two things that will actually influence you. One of the things that the group asked for is, in the modules, at the end of each module, they have an exam on the Sunday, the beginning, you know, week. So they said, can we get the Thursday before Sunday off, just that last six. So we, we worked on it. So we, we, we worked on it after, you know, we, we met and we decided, we sat down with the module coordinators. And we, we felt, yeah, we can do that. So we moved the PBL of the last week from Thursday on to Wednesday. And that way they have that Thursday off. So an extra day of study or sleep, depending on who you are. That, that's one of the suggestions. The, the other, another suggestion was to, was relating to the clinical skill sessions that's conducted by the clinical tutors. And the students were, and my understanding, and I'm sure your colleagues will tell you that, these suggestions were collected after working with different groups of students throughout the year or two. So there was a suggestion that they were saying that when they do the clinical skills lab with the tutor, for whatever reason, sometimes there's a large number in the group. And, okay, the tutor says what he says, but the students don't get the time to practice in front of the tutor. And so they're not sure whether they're doing something right or wrong. They're examining the liver or they're auscultating or percussing. So what we've already introduced, and this will be, not this module, but the module starting after this one, because we didn't have time. We, we added half an hour, and maybe we can even make it more. and we specified it, that this half hour will be for observed practice. So you have an extra half hour where you, you will be, and of course we will tell the clinical tutors to even dedicate some time earlier. So that, you know, these are things that can be worked, and we did. Another suggestion that the group had, and I felt that they, they, they were very strong about it, that the self-directed learning time that they have, and this is of course for a great, for year three and four, many of those times were in the middle. So they would have a self-directed learning from ten to one, or ten to twelve in the daytime. And they felt that this time gets wasted, no matter what you do. It gets wasted in corridors, in the cafeterias in Jabriya area, and so on. For they, they said, do whatever you want to do, but can you make it at the end of the day for us? So we, okay, I go to the library and sit till 6 p.m., or I go home and study. But those self-directed times in the middle are wasted. And we're actually working on that. And the next modules, you will see a lot of changes to that. As long as your parents don't come and tell us why are you sending the, the, our children, our sons and daughters home by 1 p.m. So that's another issue, because some of the parents complain. Are my children studying medicine? They're coming home at 1 p.m. So there's these suggestions and some others, and we're working on many others. So I just, I don't want to take too long of your time, and want to explain to you that truly big universities around the world, and advanced universities around the world listen to their students. And some universities actually would have a student in the board of directors or the council or whatever of the university. So we believe students are very important. Student buddies are important. When they have good suggestions, we like to take those suggestions seriously, and work on them. And, and we, we try to do that. So, مَرَحْتَوْلُ عَلَيْكُمْ Thank you very much, and wish you good luck. And we decided that we as educators, professors, we will leave. So you will have your free time with your colleagues. الحين تبتقلون عليهم ورد، بيض، طمار، I'm out. مَا لِشِهُمْ All right? Good luck. Take care. مَا لِشَاءُمْ الحقيقة كل الشكر التي تطلب حمال زبيد يعني تبنى للمشروع من بداية. وصراحة لم يدخل جهداً أبداً في دعم مشروع بأي بيضة للاك كانت فياضية الحالة. أحب الأن أن أعرفكم على الأعضاء المشروع المتواجدين على المنصة وإنهوه هنا مختلف أعضاء المشروع المتواجدين لكن بعضهم. فخيثم فيشت أيضاً عضو اللجنة القائمة المشهور دين الشرف وزهر مهداد كل أمة الأعضاء في دين الشرف شكراً أخياني حميد أول شيء أحب أن أبدي أشكركم وحضوركم صراحي يشردني لأنني أكون رئيسة هذه اللجنة ويشردني لأنني أعمل مع فريق أنني نفس اللي عملت معا في الصيف وهم الحين في الحملة الأنمي اللي أتسويها بالنسبة حق الفكرة فكرة أسفاير انتبية لما شفنا حلقة رابطة حاجة الطلبة الممثل رسمي للطلبة عند العمادة ممثل رسمي يأخذ شكاوي الطلبة اقتراحاتهم كل ما يخص الجانب الأكانيين للطلبة ويوصل للعمادة بشكل رسمي وملطة فهذه فكرة تشتور طبعا نحن نطمح أن رؤيتنا أن يوصل مستوى التأليم الكويت إلى أعلى مستويات التي تنافس أعرب وأفضل جامعات الضبط العالم مثل هارفور تان هولكنز يعني هذي بسلامفورث أدليلنا يعني كنت ضوحي العالي لكن إحنا نمشي على هذه الرؤية وإن شاء الله في يوم دل الأيام نحقق هذا الشيء بالنسبة حلقة المسهلة المشهور بدينا أحد داية المام كان أول خطوة تجميع المعلومات حظم بالهنج كان لابد أن ننعرف شلو المشاكل إليها فيها الطلبة ننعرف شلو مثلا خبرة الطلبة بما أنهم أمه تودين قاعدين يدرسون فأمها أدرة بمقابة الطهف مقابة القوة فخلينا منهم هذه الأشعار سمعنا اسمها لكم في عدة لقاءات متوحة سوناها مع تلك دقة ونشكر طبعا الطلبة اليوم والتي عطلنا هذه المعلومات سجلناها ما كوش يضار كل الاقتراحات وصلناهم بصغيرة يعني مثل ما أمد بضل دكترار محمد صغيرة مثل ستر وبرنين بيليه مثلا أشياء كبيرة من التنظيس عدة سنوات الدراسة من خلال سنوات الدراسة من خلال سنوات السنوات كلها قدمناه الحق للمعادة خلال السجن في المعنى المعلومات هذه المنهج خلال اللقاءات المكتوبة وخلال حملة التقييم سويناها عبارة عن استبيانات الغراثة هذه الاستبيانات كل الاستبيان كان لمرحلة دراسية في دراسة الطب هنا يجب أن أطلح شيء من دراسة الطب تجارك في كويت دراسة الطب تجارك في كويت سبع سنوات عبارة عن ثلاث مراحل أول مرحلة اللي في المرحلة التنظيفية هي سنة الأولى يكون القادر في المركز بالمثلوبية ما ينتبع أي كلها سواء ضب أسنان ضب بشري أو صلبها بعدها إذا انقبل الضب بشري فانتقل هذه المرحلة الثانية دولي عبارة عن ثلاث سنوات ثلاث سنة ثانية إلى سنة رابعة أغلب دوام يكون في الكلية أغلب دوام يكون في الكلية ما عدا يوم في السبور يروح المستشفى في أساس يأخذ خبرة مع المرضى من الأمر عقب سنة رابعة يأخذ إشارة بكراريو سبلون طبية وينتقل حق المرحلة الثالثة اللي هي المرحلة الكلينيكية هذه المرحلة أغلبة وقت الطلبة يلغي في المستشفى ما عدا يوم في السبوع مخصصي من هذه المرحلة الكلينيكية فسوينا مستبيان على كل مرحلة من هذه المراحل الثاني خلينا بالتفصيل يعني مثلا كل مرد شنو نقاط الطاف شنو نقاط الطور شنو الأشياء يتبونها تصير حق المرحلة هاي شنو الأشياء تبونها تصير حق المرحلة هاي وسد الطلبة فرعلا ومعنا بعدها يمعنا هذه الأشياء ورتبناها كليا حق ونفيقة حاملة تم تقديمها حق العاماتة وهم تم تقديمها حق الوفد اللي يوم لندا يقيم يعني الترينيب للجامعة يعني يبونها يعودها بإدارة الوفد وإحساس مفادرة منه أن عطيناهم مربيقة أساسي يعرفون مجتمع الطلبة في المناج بعدها طبعا بيت المتحانات تجبيللوية خلص يعني خلصت السنة وأول السلك يعني طلبنا من أنيبت المساعد نكتور محمد السيد أن نجتمع معه أساسي نعرض عليه كل الأشياء اللي يمانا خلال السنة وحمد لله لدينا يعني أقبار منه يشكر عليه صراحة وعقدنا سبسلة مجتمعات وكان أساسا اجتماع واحد لكن من كبر الأشياء اللي كنا نقدمها صارتها اجتماعات ويعني دشة برمضان بس صراحة كان يصف صراحة اجتماعات بعدها طبعا عقوب معرضنا كل الأفكار لا بد من متابعة عقدنا نشم اجتماع متابعة مالذة أساسي نعرف شم الأشياء اللي وافقوا عليها شم الأشياء اللي قاعد يشتمون عليها شم الأشياء اللي شم الأشياء اللي وما زلنا يعني ليلة أسبوع اللي ضحطا ما زلنا نتابع هذا فهذا بنسبح مسيرة المشروع طبعا أي حد عندنا اعتراحات تترون عندنا وما زلنا نتابع سنتابع اعتراحات صور المصدر يعني حتى اعتراحكم يعدكم إنه راح يوصل مشابه شكرا 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 المعدل الأدنى للقبول لأنه يخطر على أدد المقاعد فاستيار الطلبة شديد وغضب الآباء ممكن ما شده يطيق في ناس وجهه هلين قضاء فأنا كرابطة لابد لنا أن نناقش هذا الموضوع وكان سجن من أهم المواضيع التي نناقشناه في الاجتماع أرادنا حلول طويلة المدى وقصيرة المدى طويلة المدى أحدها كانت تبطيس الدراسة إلى ست سنين لأن الطالب يقبل على طول على كليت الضب أو كليت الضب الأسنان أو كليت الضب يعني مو مثلا يتشمع في زران طويلة أو بعدين يقبل لا يعني من الثاني العامة ليه كليت الضب طبعا الإدارة ستقول أن مستويات الطابة تختلف يعني سلح تنهيدية على الأقل تصفي يعني الأرف متى اللي يقدر يكمل أو اللي ما يقدر اللي المؤكرة المقترح اللي اقترحنا أنه يكون في امتحان مدرات مخصص حل كليت الضب وهذا يعني هذا النظام يتبرون جماعت في بريطانيا يأخذ امتحان يسمى باللوكي كات اللي يشتازه يكون مؤهل لدي تش كليت الضب اللي ما يشتازه فماينا فهذا ممكن يحل مشكلة في عمادة مستمعات الطب لا التربية يعني يبينها شغل ما زال مخرجات البلوية مهمة على مستوى القربوني فهذه طويلة المدى أما قصيرة المدى طبعا أردنا أشياء ممكن أن تتحسن من الضب وتقلد من توتر الطلبة خلال هذه السنة منها تقليل قدد وحدات المادة في الإنجليزية من 504 لأن الإنجليزية مني أكثر مادة عليها البقل في السنة المالية فتأثر وايد على المعدل وايد تخفص بالمعدل وما تخلي الناس ضابط ويجي لحكومة تشرب كلية المفترح ثانيا كان مغادلة الموال يعني مثلا إذا طالب مانطب يتخلون بكلية الطب وأراد مثلا يحولها ككلية ثانية يضطر أن يسحب أوراك ويضع ثمار ثانيا كطالب مستجد كأنه ما أخذ السنة المالية الضبط في حرام يعني عندما يأخذ مثلا موال نفس حبوب الإنسان تاريخ الحبوب الإنسان هذه موالية حتى تكاثر من البيتش الكليات يوم يأخذونها فإذا لو يعادلون بعض الموالي حتى لو الكيميا مثلا يمكن يعادلون بعض الموالي الكيميا وموالي الكيميا فيه طبعا اقتراحات ثوايب بس ما راح يمديننا لتقديم الدين هذه أهمها واللي فيه عندها سنة المتكلماتين شكرا راح أوجه السؤال الثالث إذا ميتها يمديننا ومزارة كيريت له تطبع عنا شوية عن المطرحات العامة في وجه المشروع في إدارة الجامعة شرعين السلام عليكم معكم زهرت عامة السنة السابعة سابعة 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 راح أتكلم عن مجموعة من الترحات العامة قدمتها الرابطة حق هذه الإقاءة وتموناق الشفاء أول اقتراح هي تتعلق عن المطرحين المخابرات نظام الديد في كلية تطبع النظام الديد في كلية تطبع يعتمد على تحليز الطالب على التعليم المترابط وأقصر بالتعليم المترابط هو أن الطالب يرفض من المعلمات يرفض هذه المهاضرات المختلفة وبالتالي هذا يحفز على التنكير المترابطة ومو بس الحفظ من بحث وهذا المؤمن حازم في كلية تطبع إبرافطة قدمت اقتراح أن يتم تقديم المحاضرات بشكل مترابط وأطلت مثال على هذا بالحصة في جامل في كلية تطبع عندهم في السنة الدراسية الثانية يطلهم موال على سبيل المثال مادة علم المايكروبات والجراثي والجراثي في مادة العقاقير والأدية كل محاضرة يعطونها بشكل منفصل ومنفصل ولكن بالنهاية سيكون لديهم محاضرات يمتعون فيها مادتين مع بعض ويتم فالطالب يكون أسهل عليه أن يربط بين المعلومات ويطبقها بشكل ويطبقها بشكل الإقتراح الثاني أن يكون نظام التعليم النظام في كلية تطلب نظام إلكتروني كلي وهذا يتضمن تمزيل الجداول تقسيم الطلب إلى مجموعات في قروبات المستشفيات والحلقات النقاشية وحتى الدرجات يتم رسطها إلكترونية والمحاضرات أيضا يتم توفيرها أونتاين فالطالب يكون أسهل عليه وصول إلى المعلومات في أي وقت يبقى التواصل مع الإدارة والأخاتف الثالث هو إنشاء لجنة مناهج دائما يكون فيها أرضاء من طلبة الطلب يعني يكون في طالب أو طالبين يناقشون أو يعجعون نهاية الموديول يناقشون الموديول وبعدين يناقشونها مع هذه اللجنة ويقيمونها بهدف تحسيناً الابتراح الرابع هو يتعلق بالدرجات فقدلما اترابط الطلب يتبدو الإقتراح إلى الإدارة بأن يكون سنة خمسة نظام الدرجات فيها باسر وفيد إليه رسول أو نجاح وهذا الشيء كان مطبق في النظام القديم وحتى في برض الجامعة أكسنمسة ستانفرد وطبعاً يبكين البعض يقول إنه هذا الشيء رح يخلي التقييم غير عادل الطلب بس الواقع إنه الطلبين رح يخنون الطب الباطل والجراحة أول مرة في سنة خامسة وبعدين رح يخضونه مرة ثانية في سنة سابسة وسابعة بشكل مفصل أكثر فالحدث من هذا اقتراح كله هو خدمة المعدل العام للطلب وقدرته على المنافسة مع الطلبة في الجامعات الأخرى عالمية الاقتراح الخامس يتعلق بمادة الإحصاء الحيوي هذه المادة يأخذونها الضهبة في سنة ثانية وثانة ثورة ونظام التدريس في هذه السنوات ربارة عن فترات في نهاية كل فترة يتم تقديم ابتحان ومادة الإحصاء الحيوي يعطونها كمحاضرات متفرقة خلال كل هالفترات فالطالب ما رح يربط بين المحاضرات وبالتالي ما رح يرحثنا بشكل جيد فأرباب تقترحت إنه يتم تخصيص أسبوعين في نهاية السنة الرابعة يعطون المحاضرات متفرقة الإحصاء الحيوي بشكل مكثف فالطالب ممكن يفهمها بشكل أحسن وهذا رح يخدم حتى في سنة خامسة لأنه يحتاج أن يفهم هذه المادة بشكل جيد عشان رح يقدم بحث عني في سنة خامسة الآخر اقتراح رح أقوله هو يتعلق بالتعليم الذاتي التعليم الذاتي عبارة عن ساعات من يوم الطالب يتم تخصيص هذا حق القالب نفسه أنه يدرس من نفس عقادة في الريدينج روم أو البيت هالك بالمكتبة ويدرس موشكلة هذا الضغام هو سوق توزيع الوضع أنه يكون هذه الساعات الساعات التعليم الذاتي تكون بين المحاضرات فاخترحت الغابطة أنه يتم إعادة جدولة المحاضرات فتكون كلها في فترة الصبح وبعد الظهر رح يكون الورد كلها حق الطالب ورح يكون الطالب متحيق ذهنيا أكبر ويركب على جراسة بشكل أفضل ويركب على جراسة بشكل أفضل السلام عليكم مطالب دينا خالد الشام في سنة سابعة أول مقترح أحد كارث يتحلق بسياسة الغياب والحضور في كلية الطلب في دولة الكويت أول شيء حبيت أن أول هالموضوع بالذات تختلف علي وجهات النظر سواء بين الطالب نفسهم أو بين أفراد الإدارة وبين الأساتذة والإدكاثة في كلية الطلب خلوني أبتدي وأعطيكم نوبة بسيطة عن الوقع الحالي في كلية الطلب إحنا كطالب الطلب ملزمين ومجملين أن نحضر جميع نوع المحاضرات سواء كانت تلقى في الكلية أو في المستشفيات سواء كانت التمع على شكل أن الدفعة ككل تكون حاضرة المحاضرة أو تكون على شكل مجموعات صغيرة اللي نسميها الكتوريالز أو البيبيلز يعني تكون مثل الحلقات الدراسية أو الحلقات النغاشية أو سواء كانت عبارة عن لابات نتعلم فيها المهارات الهليكية الطالب يكون محاسب طبعاً وكل طالب يكون في عنده سجل للغياب بالحول في نهاية السنة كل طالب إذا كان الغياب عنده يتعدى نسبة 20% من عدد المحاضرات خلال السنة الدراسية الطالب هذا يتم فوراً بحرمانه من دخول امتحان الفاينل والطالب اللي يحرم من دخول امتحان الفاينل لا يسمح له أيضاً أنه يدش امتحان الريسة وهو امتحان الإعادة فبمعنى آخر الطالب مقرر أن يرد إعادة السنة الدراسية نفسه لما نقارم بين الوضع الحالي في دولة الكويت والوضع في جامعات فقرة في العالم نشوف أنه هناك في طرق شاسق في سياسة الغياب والحضور على سبيل المثال عندنا كلية الطب في جامعة حرفرد عندهم يتم أخذ الغياب والحضور لكن يلوم معين من المحاضرات وهي تيطوريالز ، نحن نسميها الحلقات الدراسية أو الحلقات النغاشية في هذه الحلقات كل طالب يكون مطالب أن يبدأ راية الشخصية في الموضوع الذي يتم مناقشته وبما أن الطالب في هذه الحلقات الدراسية يكون دوره فعال لذلك يتم أخذ الغياب والحضور ونادراً ما يتم أخذ الغياب والحضور للمحاضرات الأخرى التي يكون فيها الأستاذ والدكتور هو المحاضر الأساسي والطالب يكون مجرد مستمر مثال آخر كلية الطب في جامعة تيل سياسة الغياب والحضور عندهم مبنية على مبدأ أن طالب الطب طالب ناغج وقادر على تحمل مسؤولية تفصيل العلم بنفسه وأن طالب الطب من المفترض أنه طالب متحمس للدراسة فقط يحتاج للتوجيب والإرشاد من قبل الإدارة لذلك هم عندهم نادراً يتم أخذ الغياب والحضور نرجع حق الربع الحالي في فلية الطب بركويت فأحنا التراضة حبينا أن كليتنا هم ستتبني سياسة الغياب والحضور مماثل للأنثلة التي توني بكرتها أنا فمن خلال الاجتماع مع الإدارة من المخاوف الإدارة التي خايفة أن يصير هذا الشيء إذا تم تطبيق أو تبني سياسة مماثلة أن نسبة الحضور راح تقل وطبعاً إذا نسبة الحضور قلت هذا يترتب عليه أن المحصول العلمي للطالب راح يقل والإدارة لي أن الهدف الأول من حضور المحاضرة أول التحسين العلمي فشلال إحنا راح نتقلب على هالمخاوف هذي توصلنا إلى فكرة تجراء نوع من الاختبارات الدورية هذه الاختبارات الدورية تختبر معلومات الطالب لما يتم شرحها في المحاضرات قلت أقول يعني يتم فترة سبوعين أو ثلاثة سابع يعني كل سبوعين أو كل ثلاثة سابع إذا الطلبة يتم اختبارهم لما يتم شرحها في هذه المحاضرات فسواء الطالب يعني هو حضر أو ما حضر وبنهاية سيتم اختبار تحسين العلمي ويعني النافج من هالشي راح يكون يعني راح تكران أربع أمثلة مثلا الطالب اللي من بداية مشوار الدراسي يكون مثابر ويحضر المحاضرات باستمرار وطل الامتحان هي الامتحان يحل الامتحان يحصل على علامة زينة فهو راح يكملها بطريقة ورح يلزي مروحه أن يحضر المحاضرات أما مثلا في طلبة يشوفون إنه أهم يستفيدون أكثر يترسون من خلال الكتب أو من خلال النت ويهوا وقف امتحان وطالب قدم امتحان وشوف أنه ما قدم زينة فالطالب ينزم روحاً لليحضر لأنه يستفيد أكثر من شركة الدكتون فيها مطلبة البعض منهم للأسف يكون فيهم نوع من الإهمال فطالب لا يحضر المتحاضرة ونفس الوقت الطالب لا يستطيع الوقت في الدراسة أول بول يقدم الامتحان ويقدم زينة مرة مرتين ثلاث مرات ينزل مرة وبعد ذلك الطالب ينزم روحاً في النهاية أنه يحضر المحاضرات على أساس يلحق على زملاء اللي يحصلون على علامات مرتفعة وفيها جزء من الطلبة اللي لم يمكن تكون قلة قليلة يستفيدون أكثر من الدراسة البارتية سواء في البيت أو في المكتبة ولما ينتحنون اللي إعلاماتهم تكون مرتفعة فهم رح يستمرون بها الطريقة وهذين الطلبة يعني إحنا كإدارة هل يحق أن الإدارة تحرمهم من الطريقة اللي يتريحهم دراسياً إذا في النهاية الهدف الأول أو الهدف اللي الإدارة تسعى إليهم هو تأسيل العم متوفر لدى هذه لدى الفئة من الطلبة والحمد لله يعني الإدارة كانت ويد متفهمة لها الموضوع وجاري العمل يعني على تبني سياسة للغياب والحضور مقاربة اللي يعني متوفرة حالياً في جامعة هارة الموضوع الثاني اللي راح ناقشه يتألق بتوزيع و تقسيم الدرجات في كلية الطب إحنا عندنا طالب الطب في نهاية السنة يتم تقييمه طبعاً بالنسبة مئوية 40% تكون الأعمال السنوية من أول يوم دوام إلى آخر يوم دراسي و 60% تكون تهيى قيمة سنتحان الفائل فإحنا كطالبة نشوف أن هذه التقسيمة فيها نوع من الظلم أن الطالب يمكن أن يكون شاك حيلة خلال السنة الدراسية كلها ويدرس أول بول ومجتهد لكن يعني لا سمح الله تصل لظروف سواء ظروف مرضية أو ظروف اجتماعية فما يقدر يعطي أهو طابتل الأكبر أثناء الفائنل فيمكن يعني أن 60% في الفائنل تظلم أهو أثر على معدلة وبنفس الوقت أن في طلبة يستغلون هالشيء لأن 40% على السنة الدراسية فبطه لك في النهاية يعني أن شوية تهامن يمكن ما يعطي كل طابتل في قصر ويقول لنا أنا يعني لو شديت حالي على آخر شهر شهرين راح أقدر أعوض لنا 60% يعني راح أقدر أنجب فيها وأعدها السنة وإحنا في النهاية كرابطة يعني أن الهدف مو مثلنا نخرج فوادر وطنية على مستوى عالي من المعرفة الأنمية ولكن أيضا نطمح أن الفوادر الوطنية تكون على مستوى عالي من الأخلاق المهنية وبما هنه الطب يعني نهنة إنسانية فمن الأخلاق اللي لازم طالب الطب يكون مؤسس عليها من بداية مشوارة اللي هي الأخلاص والالتزام والاجتهاد في العمل يعني في كل الأوقات مولنا في وقت معين مثلا باستنى شكرا 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 المشاركة العربية رح يكون عن مقترحات السنوات تلقبل الكليمكية لثان النساء فأول شيء جهد زميد أيثن شن أهم المقترحات موجهة لهذه المفاهدة بسم الله الرحمن الرحيم معكم أيثن الخريشة بردسان الخامسة أول شيء مرحلة القبل الكليمكية المعروفة كوريين الضرب يسمى المحل الثانية تشمل السنوات سنة ثانية وثانثة وراوعة المحل الثانية هي جزئين في المنهج مقسم من جزئين الجزئ النظري والجزئ العملي الجزئ النظري موادل مختلفة في ناخدها في المحاضرات والجزئ العملي في المستشفى أو في المختبأ في الطابق الماضي بالنسبة للجزئ النظري هناك موادل مختلفة في المنهج الدراسي بالنسبة للمواد كان في مادة الإحصاء الحيوي المحاضرات موزعة على المنهج نقوم بأسفل محاضرات المنهج أو المعروفة عند طلبه عسل EBM الرابط طبعاً طرحة أن ننظر الوقت ومنحصر على أحسن مخرج أن نكون بداية المادة الإختيارية التي ستكون في سنة الرابعة نحط مادة EBM في أخر أربعة أسفية تجهيزاً لمادة الطب المجتمع المقترح الثاني أن الموالد فيها محاضرات غير مرتبة بمعنى أن الترتيب المحاضرات يمكن أن يكون مجيد أو مثلاً في محاضرات لأن المظام الجديد يعتمد على دراسة ذاتية ففي أشياء يسموها المواد التعليمية يمكن أن الطالب يأخذها على البيت ويدرسه محارم الترتيب تقترح توجود ممثل طلاب إلى كل المادة بكل السنة الأكبر يفترح تعديل منها تعديل الترتيب تعديل المحاضرات التي يجب أن تكون كجغل ذاتي في البيت والمحاضرات التي يجب أن تنعطها جوال كلية بالنسبة للموضوع الثالثة من هذه الدراسة النظري زي ما أرى فيه لدينا فراغات في المنهج فراغ بين المحاضرات طبعاً وهي الدراسة الاتية وإن شاء الله اقترحنا وجود أن هذه الدراسة الاتية تكون بآخر اليوم بدلا من تكون بين المحاضرات بالنسبة للشقة الثانية من المنهج في عنا المنهج العاملي المنهج العاملي حيث دفعة ثانية ثالثة ودفعة سهرابعة يجب أن يتركوا في المستشفى أو أن يتركوا في المختبرات في الطالق الثالثي بالنسبة للمستشفى المشكلة أن الطالب يأخذ مادة عن الجهاز القلب أو الجهاز الدوري أو الجهاز التنفسي ونذهب إلى المستشفى بيأخذ حالة عن الجهاز الهضمي هناك مشكلتين على الموضوع ياما أن الجهاز الهضمي ياما أن الجهاز الهضمي تسط طالب مماخذب يأخذ في آخر سنة رابعة ومشكلة الثانية أنه مع التكرار يكون نفس الحالات على تنعاد مرة ورا مرة الرابط اخترحت أنه قدر الإمكان نعطي حالات مشابهة للمادة التي تأخذ بالنظام النظري بالنسبة للشقة الثانية من الطلاب الذين يتعلمون في المختبرات طبعا طلبنا زيادة الوقت مع المدربين أو الدكاترة طلبنا من حاضرات زيادة تخصيص وقت بعد الدوان للطلب عشان يتدربوا مع الدكاترة بالنسبة للامتحانات في المرحلة الثانية في عنا نفس الشيء امتحان العملية في عنا امتحان نظري بالنسبة للامتحان النظري طبعا اتكلمنا عن عدة أشياء مع العمادة منها الآلات الحاسبة وممنوعة استخدامها ومعنا الامتحان يختص أو فيه أجزاء فيه يختص للآلة الحاسبة وفي كافير من الأحيان الكلية بتعطي آلات حاسبة بتشتغل بطالب تصير على توتر زيادة جوة الامتحان رقم اثنين فيه أسئلة أحياناً بتكون مو مراجعة طبعاً ضلط مطلعين والموضوع الثالث هو مدة الدراسة لأمتحان تحدد الامتحان احنا الخاصة مادة يوم الخميس يوم الأحد فيه الامتحان بطلعنا من الكلية زيادة مدة الدراسة بالنسبة للامتحان النظري فقدم الثراح أنه إما أن يكون الامتحان بعد أسبوع من آخر محاضرة أو أن يكون يوم الأحد نفسه بس الآخر أسبوع يكون محاضرات فيه أقل ويكون يوم الخميس من كل أسبوع قبل الامتحان في الامتحان ما فيه محاضرات تتقدم من يوم الأربع بالنسبة للامتحانات العملية حين النظام في قريطة الطب أن الامتحان العملي فقط يقدم مرة وحدة في آخر السنة الطالب ما عنده أي فكرة في سنة ثالثة أو الرابعة عن الامتحان يدخل وما فيه عرف شو يسويه طرعاً يتأثر على النتيجة النهائية فالرابطة طالبة أنه يكون الامتحان العملي بعد كل مادة من المواد أول أن أن هناك محاضرات في نهاية الفصل الأول أو محاضرات في نهاية الفصل الثاني طبعاً عاربة الامتحان النهائية وَفَقْيَ punya فوضع الامتح adequ سنة ثاني ويقدم مع احسن نوعية محتوى يسيب ان اقترب عليها اكتر وهالطريقة ممكن يقدم احسن في المرات الي وراء بالنسبة عن امتحانات العملية التالب لا يتعرف كيفية التقييم في الامتحان العاملي هناك نضج الدكتور في المحطط الامتحان والدكتور يتعرف على طالب لا يتعرف كم اخذ وليس أنه لا يتعرف كم اخذ أن الطالب يكون مضحة للدكتور بحيث أن الطالب يعرف ليش أخذ العلامة اللي هو ما أخذها بالشكل هذا البعض اللي ربما نختص في المنحلة الثانية مقبل لكم كيف شكرا السؤال الخامس هو مواجه ليزميد الحنوف السؤال هو مشروع تناوله مو عدة خصوصا للسنوات الكليكية فما هي أهم من طرحات مشأن هذه السلامة السلام عليكم معكم طالبة نوفم طيالي طالبة السلامة طبعاً منذ ما تفضلت سمد زميلتي هند في البداية وضحت نظام الدراسة فريد الطلبة هو عبارة عن سنة تمريدية بالإضافة إلى مرحلة ثانية وثمان مرحلة ثالثة سأتكلم إن شاء الله عن المرحلة الثالثة أبرز المراحبات اللي تم أخذهم من الطلبة ويتم مناقشتها مع الإدارة في الاشتماع طبعاً المرحلة الثالثة باختصار هي عبارة ثلاث سنوات السنة دراسية الخامسة الطالبة يدلس فيها تخصص الباطنية وبعدين أيضاً تشمل تخصص الجراحة ضب المجتمع السنة دراسية الثالثة الطالبة يدلس فيها بعض تخصصات باطنية من مثل تخصص القلب تخصص الجهاز العصبي برضاقة إلى تخصص النساء والولادة وتخصص طب الأطفال السنة السابعة تشمل أيضاً تخصص الباطنية وتخصص الجراحة بالإضافة إلى تخصص الطب النفسي طبعاً من الأول يوم دراسي للطالب في المرحلة الدراسية الثالثة راح يحصل الاختلاف بين المرحلة الدراسية الثانية والثالثة المرحلة الدراسية الثانية عبارة أو أقدر أقولها موتينية أو علمات تشكل محاضرات عنصر أساسي فيها وطبعاً العكس تماماً في المرحلة الدراسية الثالثة حيث الطالب يقضي من وقته في المستشور مثل ما وضحت زميتي هند بالبداية راح أبدي بأبرز الملاحظات اللي تم طرحها في الاجتماع وبعدين راح أقول الاقتراحات والتوصيات اللي تم تقديمها بالنسبة الملاحظات اللي تم أخذها من الطلبة أقدر ألخصها ثلاث نقاط رئيسية النقطة الأولى تتعلق بعمليات التنظيم كطلبة سينوات كليليكية حسينا أن في بعض التخصصات كانت منظمة بشكل جداً جيد وما أبارغ إنجلت بشكل يصل إلى حد المنترس في حين أن بعض التخصصات الثانية كانت تنظيمها غير جيد فتمت مناقشتها المنظور مع الإدارة بالتفصيل باختلاف السينوات باختلاف التخصصات ومع توضيح نواحي القوة والضع في كل تخصص ومقتلحات المأخوذة من الطلبة من تحسين بعض هذه التخصصات النقطة الثانية تتعلق عملية أو اختلاف التعليم المستشفى للثاني بحيث يؤثر سلباً على مستوى التعليم الطالب مع بداية مرحلة الثالثة كل دفعة تنقسم إلى مجموعة معينة تقسم لعدد مجموعات وهالمجموعات يتم توزيحها بشكل عشوائي على مختلف المستشفيات فلاحظنا أن مستوى التعليم يختلف من المستشفى الثاني فتعطل هذه النقطة على الإدارة النقطة الثالثة كانت تتعلق بالخفارة بعض الطلبة أو عدد لا يستهان منهم اشتكوا أن ما قد يستفيدون من الوقت المحدد للخفارة بشكل مناسب حتى أن في بعض الأحيان الكادر التعليمي ما يكون متواجد وقت تواجد الطالب للخفارة فتم كذلك طرح هذه النقطة بالنسبة للإقتراحات والتوصيات أول اقتراح كان هو توفير بيئة مناسبة أكثر للتعليم في المستشفيات طبعا هذا يتم من خلال عدة نقاط أول نقطة مراجعة بعض التخصصات وإمكانية زيادة الاستفادة منها طبعا هذا تم شرحة بالتفصيل مثل مالكات المقدارية النقطة الثالثة أن استادر الكلينيكي يجب أن يكون على دراية تامة بالأهداف المحددة والمطلوبة منها خلال عملية التدريس في المستشفى طبعا هذا سيساعد على الحد من اختلاف التعليم من المستشفى الثاني وبالتالي يساعد على تطويل من مستوى الطالب النقطة الثالثة الثالثة الكلينيكي يجب أن يكون على دراية بالمتطلبات المطلوبة من الطالب خلال فترة التخصص وكذلك الطالب لازم يكون على دراية بالأشياء المطلوبة منها خلال فترة التخصص هذا بالنسبة للإقتراح الأول الإقتراح الثاني يتعلق بالكلين كامنوت طبعا مع دراية المحلة الدراسية الثالثة يكون مطلوب من الطالب شيء اسمه كليميكالنوت شنوه الكليميكالنوت باختصار هو عبارة عن أخذ حاله مدرمية الطالب يكتب تقييم عنها يتابعها خلال الأسبوع ومن ثم يتم التقييم عليها طبعا إحنا كنت طالع برح موضة فكرة الكليميكالنوت وبالعبس زادت من حصيلتنا التعليمية والكلينيكية بشكل كبير بس أن كانت عندنا روض المناحلات والاقتراحات اللي من الممكن أن تزيد من الاستفادة منها أولها كان أن طلبة سنة الخامسة يكونوا في بداية المرحلة الثالثة يحتاجون إلى محاضرة لمدة ساعة أو ساعتين توضح لهم الطريقة الصحيحة لكتابة الكليميكالنوت هذا منسبة الأول اقتراح الاقتراح الثاني كان يتعلق بعملية التقييم بحيث أن لازم يتم إعادة النظر عملية التقييم لأن عملية التقييم الكليميكالنوت قاعد تختلف من القسم الثاني وما أبالغ إنقلت من الدكتور الثاني فللحب من هذه المشكلة اقترحنا أن يتم توكيل عدد معين من الدكتورات في كل قسم بحيث أن يكونوا مسؤولين عن عملية التقييم ومتابعتها وهالشي هو حد من الاختلاف في التقييم من القسم الثاني ومن الدكتور الثاني النقطة الثالثة كانت من الأفضل أن الطالب يأخذ حالة وحدة كل سبوعين بدال حالة كل سبوع طبعاً هذا الاختراح راح يزيد من الوقت المتاح للطالب للتركيز على كتابة الكليميكالنوت وبالتالي أيضاً يعطيه وقت زيادة إذا كان يحتاج حلوة تبطية جرانب ثانية في الدراسة أو في الدرامة اليوم هذا بالنسبة اقتراحاتنا المتعلقة بالكليميكالنوت أهم بعض أعضاء اللجنة خلال سنة دراسية الماضية سألوا بعض الدكات في المستشفى عن رأيهم وملاحظاتهم وقتراحاتهم عن الكليميكالنوت فأغلب الدكات رأى طلحوا نقطة إعادة النظر في عملية التقييم إنها تحتاج أن تكون منظمة أكثر وهم بعضهم أيدوا فكرة أن الطالب ياخر حالة واحدة كل سبوعين بدال حالة كل سبوع أخذنا باختصار أهم الملاحظات التي تتعلق الملاحظات الآخر شكرا لكم 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 اي مشاكل اي سلوات اتواجهة اي مساعدة محتاج ليرجع حق هذا المرشد قد يكون محتاج ليرجع الاستشارة في بعض الامور مثل فاعدين يوصل محتاج سنة سابعة يسأل والله شلو انفوض اصول يقول اوه انتخذنا الانتهان عساس الكاميرا من التخصص يعني يكون اول موجه حق هذا الطالب اذا واجه طالب مشكله مثلا احد الكاترا احد السملاء ومحتاج مثلا اي شنون يتامن به الموضف يرجع حق هذا المرشد بحيث ان المرشد يتامن في حال الانتهاء طبعا هذا النظام موجود ومفقل في الجامعات خارج الكويت وجدا مفيد بالطلب بالنسبة حق الاعتراف الاكاديمي الاعتراف الاكاديمي مرور جدا مهم بالذات الان اتوقع ان الان مفروض كل طالب يهمه ان تكون جامعة الكويت التي تتطبهم ترفيها من فترة بسيطة طلعوا قرار جميع التطباء المبيكية بداية من الفين و تراث و عشرين راح يكون من شروطهم عساس ان التحان الضالب يتخصص المبيكة من شروطهم ان يكون الجامعة يتخرج منهم اعتراف و حاليا الشيء الوحيد المخروض يسويه انه يجتاز التحان يؤسم لي و هذا يتأخر لحق تخصص المبيكة فالثالة و عشرين يعني جمتاهم مهمة يعني اعلن و حمثي للجامعة الى الفين و رقم من جانا ان هذا التحرك اللي راح يصير وهذا قائر اللي يطلعوا بحيث ان يعطون فترة حق الجامعة ان يمشون في و عملية لحصول على المتعاف لما تعرفنا هالموضوع الحمد للغاقين امطان من الإبارة و حسوا بمهميته و ان شاء الله يعني في السنوات القادمة في خمس سنين ملياية يكون لنا التعافي بالإبارة بالنسبة على المخبر المحاكات الطبي اللي هو يعرض بسنية شمع فهو احد الطرق التعليم في المدار الطبي اغلق الجامعات الى الحين البرة عندهم ممثل هذا المختبر مثلا عندنا صور اساس فس تتحرفون شو كانت كلام لنا اه اوكي الفكرة ان يعني كل المختبر مثلا في غرف عمليات في غرف مدارة يعني كلها بس ان كلها دم يعني دمية او فالطالب ما يشغل طول على المستشلة يستشفى مثلا يسوي عملية على مريض يعني يجرب فيه لا انه علقا يسوي على هذا اول اللي هو البلاستيك وبعدين ينتقل حق ان يسوي على المستشلة فان ان شاء الله يعني هذا المشروع الطرح من قبل والادارة من زمان يعني من ايام يعني من عمضة الطب يتبعوا حطوا هذا المشروع بس انه محد مشا بالخطة ومحد طالب بالدعم المؤدي ان شاء الله يعني كلها سين خلال السنوات المكان موجود ونحن ان شاء الله ونحن ان شاء الله بس 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 يا سؤال لانا في الفترة الاولى وموجهة لتشتري زمالتي زهنوم يرى تقولين عن النقاط التي يتم الموافقة سجلنا المشروع الحديث بس لحد الان شنو المقاط التي يتم الموافقة عليها وشنو الخطط المستقبلية للمشروع طبعا راح أبدي بالنقاط اللي انكرتها الزمالتي زهن الحداد ان تمت الموافقة على تجعل الأوقات المخصصة للدراسة اللي هي السردة المتدريني بنهاية الدوام وكذلك تم التعديل بعض الموادات المواحة الدراسية الثانية اللي هي مركة EBM الحصاء الحروي تمت الموافقة على أخذ هذه المادة في آخر اسبوعين من السنة الرابعة هذا بالنسبة للنقاط اللي ذكرتها الزمالة بالنسبة للنقاط اللي ذكرها الأخذ هيدم تمت الموافقة على أن يكون في ممثل يحضر اجتماعات الإداءة الخاصة بمناقشة المواد كذلك تم الموافقة على زيادة الوقت مخصصة المختبرات الانكليميكية مثل مالكها البروفيسور محمد سبيت البداية كذلك تم الموافقة على إعطاء الخميس كعذبة بالإضافة إلى لي معه السبت فيكون الطالب ربما عند الثلاثة أيام قبل الأحد كأمتحان في الإضافة إلى هذا بالنسبة للأمتحان عivesلي تمت الموافقة ان يكونми'mتحان عملي في نهاية كل فصل دراسي فبنهاية الفصل دراسي الأول حيكون في متحان عملي هذا بالنسبة للنقاط اللي تم الموافقة عليها مسينياً بالنسبة للنقاط اللي جاري عمل عليها اللي هي النقطة الكارتها زنيتي دينا اللي مختصة بيران الحضور من الرياض فهذه النقطة اللي اقتراح تم للحين جاري عمل عليها لأن الكرونية محتاجة لترجع العمالة من جامعة الكويت عشان اطبقها الشيء بشكل رسمي شكرا أعزائي نضطر للتوقف الان وذلك لدخول الموقع المتحدة لنقرب ونواصل اللقاء ان شاء الله والجزء الثاني من اللقاء هو ننكم الى المتواجدين على السلام السلام ونحن نأخذ بريك تقريب أعتبر أعزائي 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 شكرا لكم طلب على سيئة حق كل الناس طلبة زوار طلبة لقساء الإعلام وإلى أخرى فالي عند زوار يتفضل اشترك المنزل تركت ديز شوية كاميرا كاميرا شوية اذهب الى الواحدة اشتركوا في القناة